السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتحدث عن نعيم القبر وعذابه القبر هو اما روضة من رياض الجنة واما حفر من حفر النار هو بحسب حال المؤمن ان كان من اهل الايمان وجد نعيما وراحة وان كان والعياد بالله من اهل الكفر والبهتان وجد فتنة وعذابا اليمة الدليل من القرآن الكريم على تبوت عذاب القبر قول الله تعالى عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فربنا يبين ان آل فرعون يعرضون على العذاب صباحا ومساء مع انهم قد ماتوا فلماذا يعدبون انهم في القبر وفي الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعتك الله يوم القيامة وقال ايضا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ان غاده الامة تبتلى في قبورها فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله تعالى ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ثم اقبل علينا بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم تعودوا بالله من عذاب القبر تعودوا بالله من عذاب النار نستغرب احيانا من بعض المفكرين والباحثين الذين ينكرون عذاب القبر مع ان الادل في القرآن الكريم وفي السنة خصوصا الصحيحة كثيرة ومتعددة تدل على ان ذلك عالما من عوالم الاخرة فيه غرائب وعجائب حتى عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك ما اخرجه الامام احمد عن البراء بن عازب عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس على رأسه فيقول يا ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيسق فيأخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذه الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كانوا يسمون بها في الدنيا حتى ينته بها الى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها حتى ينته به الى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض فاني منا خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه اما الكافر والعياد بالله فاذا قبضت روحه يصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الخبيت فيقولون فلان ابن فلان باقوح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينته به الى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى فتطرح روحه الطرحة ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتغطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق وحينما تعود الجتة الى القبر ما الذي يقع يروي ذلك ابو هريرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فيقولان لا أدري لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيه أضلاعه فلا يزال فيها معدبا حتى يبعته الله بمنجعه ذاك فمن هذا الحديث نرى أن الله تعالى يبدأ بحساب الإنسان وهو في القبر يسأله عن إيمانه وعن إسلامه بالله وبنبيه الكريم خاتم المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والسسليم فمن آمن بالله ورسوله يبشره الله تعالى بالجنة ويريه مقعده فيها ويوسع وينير عليه قبره أما من كان كافرا مشركا بالله ورسوله فإن الله يريه مقعده في النار ويصغر عليه قبره ويبقى بالعذاب إلى يوم الحساب حتى يدخل النار نسأل الله السلامة والعافية وإن الجنازة تعرف ذلك منذ أول خروجها من بيتها أخرج الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلغا يا ويلغا أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان لو سمعها الإنسان لصعق فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة والعفو والمعافاة اللهم أمين يا رب العالمين أيها الأحباب الكرام ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر هناك أسباب كثيرة ووسائل إذا اهتم بها العبد المؤمن نجاه الله تعالى من عذاب يومئذ أولها أن نكتر من ذكر هادم اللدات كان صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من هادم لدات أكثر من ذكر هادم اللدات أكثر من ذكر هادم اللدات يعني الموت فمن ذكر الموت فإنه ينزجر من الوقوع في الذنوب والمعاصي ويدفع إلى الإسراع إلى التوبة والعمل الصالح كما أنه يكون محفزا على محاسبة النفس والوسيلة الثانية هي أن الإنسان يصحح إيمانه وينصرف للعمل الصالح لقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول التابث في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فإذا كان الميت في القبر وجاءه سؤال الملكين قيل له من ربك ما دينك ما قولك في الذي بعث فيكم فإنه يهدى للجواب الصحيح بأن يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي الوسيلة الثالثة هي الاستقامة لأنها ترجمان القرآن قال ربنا عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فالاستقامة على الحق مفضية إلى رضا الرحمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم الوسيلة الرابعة هي التقوى فالتقوى هي أنك تستعد للرحيل وتؤمن بالجليل وتقنع بالقليل وتعمل بالتنزيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب المتقون هم مع الله والتقوى تستجنب معية الله في كل الأمور والأحوال واعلموا أن الله مع المتقين كما إن التقوى سبب في النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون كذلك من وسائل النجاة من عذاب القبر قراءة سورة الملك والعمل بمقتضاها ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا هو بقبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر ومن مبشرة النجاة من عذاب القبر أيضا هو من قبض يوم الجمعة أو ليلة الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر ونختم أيها الأحبة الكرام بذكر الحديث النبوي صحيح الذي جمع أكثر الأسباب المنجية من عذاب القبر فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفقا عليهم حتى يولوا مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيوتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يوتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يوتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يوتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد المؤمن غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد المؤمن غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره سمعون دراع وينور له فيه وإن الكافر إذا أوتي من قبل رأسه لم يوجد شيء فيقال له محمد فيقول لا أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس فيقال له على ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعة إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حصرة وثبورا ثم يفتح له باب من أبواب الجنة ويقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو أطعته فيزداد حصرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة المضمكة التي قال الله تعالى فإن لهم معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى فاللهم إننا نعود بك من عذاب القبر اللهم نجينا من عذاب القبر اللهم احفظنا من عذاب القبر اللهم اجعل قبورنا رودا من رياض الجنة اللهم اجعل قبورنا مزارا للملائكة اللهم اجعل قبورنا روح وريحان وجنة نعيم واسقنا شربة ماء من حوض النبي لننمأ معنها أبدا واجعلنا في جنة الفردوس الأعلى مع خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا